السهل الخير أهلا بحضركم معنا في برنامجنا من القاهرة وكالمعتاد بنتناول بالمتابعة وبالتحليل كتير من الأحداث اللي كانت طوي على قدر كبير من الأهمية سواء محليا أو عربيا أو دوليا بنتشاركنا حضرتكم من خلالها سواء في قراءتنا الخبرية لكتير من هذه الأحداث من خلال مشرتنا إذنات هذا كمحطة أولى في متابعتنا في من القاهرة باللضافة أيضا إلى وقفتنا الحوارية ومن يتواصلون معنا من متخصصين وقرأين كثير من المشاهد عبر الهاتف لكثير من هذه الأحداث دهاردة عندنا وقفتين حواريتين الوقفة الأولى بمقترب خلالها أكثر من المشهد العربي تحديدا العلاقات الاستراتيجية إثمائية بين الشقيقتين الكبيرتين من مصر والمملكة العربية السعودية على خلفية زيارة اللي بيقوم بها حاليا من رئيس عبد الفتاح السيسي إلى السعودية وما تبعناه من محادثات قمة أقدت بين رئيس عبد الفتاح السيسي والعائل السعودي خادم الحرمان الشريفين الملك سبنان بن عبد العزيز وبتأكيد كثير من النقاط وفقة الصلة بهذه الوقفة الموحدة والمشتركة لدولتين كبيرتين زي مصر والمملكة العربية السعودية سواء لدعم علاقتهما الثنائية أو أيضا لمجابهة ظاهرة اللي أصبحت مستشرية في الفترة الأخيرة وبتشكل خطر ده مش بس على المطال العربي لكن على العالم بكل ألة وهي الإرهاب اتضح بالتأكيد من خلال لقاءة فنائية بين الخيادتين العربيتين تواحد روائزاء مكافحة هذا الإرهاب الدعم السعودي لمصر في حربها ضد الإرهاب والجوالات اللي بتحققها القوات الأمنية المصرية في مواجهة الإرهاب خاصة في سيناء بالإضافة أيضا للشق الاقتصادي اللي أيضا ينحضر بقوة ويبقى حاضرا بقوة من خلال فعليات هذه الزيارة التي يقوم بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية كثير من الدلالات كثير من الرسائل الإيجابية بالتأكيد يتم إيصالها خلال هذه الزيارة ما تترك لها تفصيلا متحليلا في لقاء النهاردة في منق القاهرة وحقيقة أيضا الموضوع الثاني اللي بيفرد نفسه بقوة وربما يعني منذ قليل كنا بنتابع كلمة المرشح الوسطي للانتخابات الرئاسية الفرنسية إمانويل مكروة بالتأكيد تابعنا أيضا ملامح للجولة الأولى من هذا السباق الانتخابي الفرنسي وبالتأكيد أيضا هناك الكثير من المؤشرات الكثير من الدلالات لما سوف تكون عليه المنافسة الشرسة بين مرشحة اليمين المتطرف وماريرو طاو والمرشح الوسطي والأجواء المحيطة أيضا بهذا السباق الانتخابي ضربات الإرهاب اللي تزمنت مع هذه الجولة الأولى والتحديات الأوروبية والتحديات الإرهاب بالتأكيد ربما الإرهاب هيفرد نفسه بالقوة على هواء الناخبين لمن ترجح كفاته اللي يصدح الرئيس القادم لفرنسا تجدر الإشارة إلى أن جولة الإعادة ستكون في السابع من مايو في تقدم نسبي حالياً لمرشحة اليمين المتطرف ماريرو طا وإن كانت في أصوات ستكون النصيب المرشح المنافس في المقابل إمانوال مكراد بالنظر إلى أن المرشحين مرشح اليمين الخاسر فرنسوا فيهو ومرشح اليسار الخاسر بنواء هما يعني واجبوا أنصارهم إلى أنه هما يعطوا أصواتهم في جولة الإعادة لصالح مرشح الوسط إمانوال مكراد نظر أكثر قرباً للمشهد الفرنسي على خلفية الانتخابات الرئاسية الفرنسية وأهم التحديات اللي بتواجه الفرنسا في هذه المرحلة هنكون بصحبتكم أيضاً في وقفة حورية فيه من القاهرة وقوموا معنا نبقاكم بعد الفاصل والمزيد اشتركوا في القناة أهلاً بحضرتكم الجديد بتأكيد هذه الأيام بتوعيد الأذهان ذكرى تحرير بقعة غالية جداً من أرض الوطن سيناء الحبيبة وده كان خلاصة جهد وعمل دقوب كل اللي في النهاية بعودة سيناء إلى أحضان الوطن الأم مصر وبالتأكيد ما كانش ده نهاية المطاف فيه تعمير فيه تنمية فيه مواجهة التحدي الأكبر حالياً من الإرهاب ويجدر توجيه التحية إلى القائمين على ملاحقة هذا الإرهاب الغاشم وتقطيع أواصر البؤر الإرهابية واحدة تلو الأخرى فيه سيناء تحية للأحياء وتحية أيضاً لما نستشده فيه سبيل هذه المهمة الوطنية اللي بنأمل وبندعو إنها تكلم إن شاء الله بالنجاة حتى تصبح سيناء خالية من هذا الإرهاب الغاشم بنسبة 100% إن شاء الله بتأكيد تحية واجبة وأصواتها تعالى بأن الحل وكلمة السر هو في التنمية والتعمير لأنه هو ده اللي هيكون ضربة للإرهاب فيه مقتل فيه سيناء طبعاً كلام ده بنقوله بمناسبة حلول عياد تحرير سيناء ورئيس عبد الفتاح السيسي قام اليوم بوضع أكيل من ظهور على قدر الجندي المجهول بمناسبة هذه الذكرى 35 لتحرير سيناء الغالية وقرأ سيد الرئيس الفتاحة على قدر الزعيم الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام وصافحة قدام المحاربين المشاركين في تحقيق مصر أكتوبر المجد انطلقت فعليات تدريب البحري المشترك المصري الأمريكي تحية مصر 2017 اللي بتجري وحدات من القوات البحرية لكل البلدين بيستمر لعدة أيام وبيمطلق من المياه الإقليمية بالبحر الأحمر وتشارك فيه المملكة العربية السعودية والأمارات والبحرين والباكستان والكويت وإيطاليا بصفة مراقب يشتمل التدريب على العديد من الأنشطة اللي بيقوم فيها المشاركين بتخطيط إدارة أعمال قتال مشتركة نهرية وليلية بتعاون مع القوات الجوية لتأمين منطقة محرية من التهديدات المختلفة وبتجري أيضا أعمال التدريب على الأعمال المعاونة بالبحث والإنقاذ للبحر وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش واقتحام السفن المشتبه بها بالتأكيد بيعاون بشكل كبير على مثل هذه التدريبات لدعم المهارات والكفاءات القتالية لقواتنا المصرية خاصة البحرية ودايما برضو بنأكد أن هي بتكون فايدة بتعود بالنفع على الجانبين يعني مش دولة تستفيد دون الأخرى في نهاية هي يعني تعاون وتحقيق فايدة مشتركة يعني ومدنية تكون متعظمة وبنخص بالذكر هذا التدريب الجاري بين الجانبين المصري والأمريكي بتحية النصر 2017 نختلف بشكل أكبر منها ومعانا عبر الهاتف ساعدة لواء دكتور نصر سالم المستشار بأكاديمية نصر العسكرية أهلا بحريكة دكتور نصر أهلا مساء الخير مساء الخير طبعا قراءة متخصصة ونعرف من حضرتك يعني جدوى وأهمية مثل هذه المناورات والتدريبات المشتركة ونخص بالذكر هذه الفعاليات للتدريب البحري المصري الأمريكي المشترك تحية النصر 2017 الجاري حاليا بين نصر والولايات المتحدة بلا شك أن التدريبات المشتركة بين الدول يبقى لها فائدة كبيرة جدا في وفع الكفاة القتالية لقوات كل جانب مشترك فيها إضافات للخبرة القتالية بتضعط من خلال تبادل الخبرات بين القوات تضعط الصلاة على أحدث ما لدى هذه الوحدات الأجنبية من تسليح من تكفيكات من أساليب ختال أيضا العمل داخل أو الحماية وطأمين تواحلنا وحماية نيعنا الأكلمية ومنع وأيضا حماية أجوانا هذه التدريبات وخاص التدريب بحية النصر دا بيدور من عدة سنوات كان بيتمه وكل سنة بيتم بالشكل يعني بنكوفه اشتراك دول بالنسبة لمصر وأمريكا وهو معنا أيضا دول أخرى من في العربات السعودية أشققنا في الخليج كل هذا بيضيش دائما أو بوضع لخبرتنا القتالية إضافة جديدة وأيضا هذه الإضافة إضافة أيضا لخدرتنا على حماية وتؤمين المنع القومي العربي والمصر مهمة جدا السيادة الواني يكون فيه أيضا تكريس لسا كنا بنتكلم لمبدأ أن ينظر للطرفين اللي بيجروا مثل هذه التدريبات على قدم المساواة يعني مش فيه طرف بيستفيد دون أخر هي بتكون في النهاية يعني علاقة متوازنة بتعود بالنفع على كل الأطراف اللي داخلها فيه غمار هذه التدريبات المشتركة أخد تعقيد أخير من حضرتك بلا شك إن كل القوات اللي مشتركة بتوع مشتركة على قدم المساق وكل بيستفيد وكل بيتعامل مع الطرف الأخر ليس هناك طرف أكبر أو طرف أصور ولكن في النهاية نون أسليد القتال الاطلاع على الأسلحة الجديدة التدريب على العمل نون خارج المسرح سواء كان المياة الإقليمية أو خارج الأجواء كل هذه القوات لحنا بتجري هذه التدريبات في مثل هذه نون المسرح الحربة ومسرح العمليات ما فيش شك إنها إذاقة القدرة كل طرف المعترف كل طرف بيستفيد ما فيش طرف بيستفيد وطرف لما لاستفيدش بشكر سيادة الجزيل الشكر اللواء دكتور مصر سالم المستشار بأكاديميات مصر العسكري وجه رئيس الوزراء مهندس شريف إسماعيل بالاهتمام بتقديم صورة واضحة للشباب حول ما تم تحقيقه من إنجازات اقتصادية في الفترة الأخيرة لا سيما في مجالات الصحة والإسكان والخدمات الاجتماعية والنقل والتموين والزراعة والكهرباء وغيرها من المجالات اللي بتمثنا قريب جدا الموطن المصري جاء ذلك خلال لقاء شريف إسماعيل بعدد من الوزراء للتنسيق للجهود بما يحقق أهداف مؤتمر الشباب في مدينة الإسماعيلية المقرر عقده في الفترة من 25 وحتى 27 من هذا الشهر وبالتأكيد ذالي مهم جدا في إن يكون فيه انفتاح على تطلعات الشباب وربما على مشاكلهم من خلال صنع هذا الحوار المباشر والصريح مع الشباب حول مختلف قضايا الوطن معنا المزيد من المتابعة الدكتور فتحي شمس عضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب تحية لحضرتك مسأخي دكتور مسأخي دكتور طبعا دكتور فتحي بتأكيد فيه أولويات بتفرض نفسها بقوة من خلال هذه الدورة لمؤتمر الشباب الإسماعيلية المرتقبة في الفترة من 25 إلى 27 من شهر إبريل الجاري وابنتكلم دايما المهم إن يكون فيه هذا الحوار المفتوح نتعرف على اتجاهات الشباب مشاكلهم أملهم طموحاتهم والأهمية بما كان أيضا البناء على إلقاءات السابقة اللي كانت أجريت على المستوى الرئاسي مع الشباب قراءة حضرتك خليني أقول حضرتك المؤتمر الشري بالسباب المعقد في مدينة الإسماعيلية هو يأتي اندفاقا وانتداداً في المؤتمر الوقدي الأول الشباب الذي أطلق في مدينة شارب الشيخ وكان الهدف الأساسي منه هو فتح وخلق أليات جديدة للحوار مع الشباب لمشاركة هذه الفئة الكبيرة التي تمثل الفئة الأكبر في المجتمع المصري لكي تساعد في بناء هذا الوطن الذي أدركت القيادة السياسية بعد ثورتين كبيرتين ومثورتين 25 ينيا وثلاثين يونيو أن المتقبل هو للشباب وأنه هو القادر على الفعل وإحداث الضيير في المجتمع ومن هنا أدركت القيادة وأراضت القيادة أن أسح عدد من القنوات مع الشباب ويتمثلك أبرزها في البرنامج الرئاسي بتأثير الشباب للقيادة الاختيار أبرز على مصر المتميزة الشابة في المجتمع المصري لإمداده بعدد من المعلومات والتدريبات والدورات المختلفة وكي يكون قادر على أن يبني هذا المجتمع وهذا الوطن برؤية عزمية سليمة بالتركيز على المؤتمر الشهري الذي يتم عقده في مدينة الاستعالية بالطبع سوف تكون هناك عدد من القضايا التي ستطلب نفسها على أجندة هذا المؤتمر وأبرزها كيفية مواجهة الإرهاب لأن هناك ثقافة شابة عقيقية تستطيع لاجه الفكر الإرهادي أو الفكر المتطرف في المجتمع المصري بالإضافة إلى هذا الاقتصاد أكيد حيكون لي نصيب من المتابعة يعني التعرف على التحديات والإنجازات اللي تحققت لحد دلوقتي بالضبط يقمن أن يكون هناك بالتركيز أكيد التركيز على العدد من القضايا من الوضع الاقتصادي وما هو تحقق على أرض الواقع من إجادات الفترة الأفارقة بالإضافة إلى ذلك الوضع الصحي والملف الصحة وما قدمته الدولة وما ستقدمه الدولة فهذا بالإضافة إلى الاستماع إلى رؤية الشابات عدد من القضايا من القضايا والسياسية والصحية ومن ثم يعني نقدر نقول الإضافة إلى هذه الرؤية وأخذها ووضعها في محل التنفيذ من خلال إيمانة بالقضاد السياسية دي وهي دي الخطة اللي يجب أن يتم اتخاذها لتفعيل المشاركة السياسية بل المشاركة المجتمعية للشابات في مصر في مرحلة يعني بالتأكيد دورة المصرية في أمس الحاجة المستعانة بشاباتها للمهمة فعلا اللي حيعاول عليهم قيادة عجلة التنمية في المستقبل القريب إن شاء الله أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المدخلة دكتور رفض حيشام صعودو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشهر بتواجه وزير الخارجية سامح شكري غدا للعاصمة اليونانية أثناء للمشاركة في المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الحضارات القديمة بدعوة مشتركة من وزيري خارجية اليونان والصين أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد إلي أن المنتدى يشهد مشاركة وزراء خارجية عشر دول بتمثل أقدم الحضارات اللي عرفها التاريخ ويهدف المؤتمر إلى استحضار القواسم المشتركة للحضارات القديمة في التعددية والتسامح والتعايش السلمي والعيش المشترك لمواجهة تحديات العالم المعاصر وبيجري وزيري الخارجية سامح شكري خلال تواجده في أثناء اليونان لقاءة أثنائية مهمة مع كبار المسؤولين اليونانيين وفي مقدمتين رئيس اليوناني وكل من رئيس الوزراء وزير الدفاع ووزير الخارجية اليوناني وصل البابا تواجد الثاني بابا الإسكندرية وباتريارك الكرازة الملقصية إلى الكويت اليوم تلبية لدعوة من أمير الكويت شيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في مستهل زيارة رسمية بتعتبر هي الأولى من نوعها لباتريارك الكرازة الملقصية إلى دولة الكويت الشقيقة كان في استقبال البابا تواجدرس بمطار الكويت نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح وسفير المصري لدى الكويت ياسر عاطف وسفير الكويت ونصر محمد الزويخ وكذلك نيافة الأنبى أنتونيوس مطران الكرسي الأرشاليني والشرق الأدنى والكويت وتهنت كنيسة ماري ماركوس إضافة إلى عدد من المسؤولين الكويتيين الزيارة من المقرر أنها تستمر خمسة أيام وبالتأكيد البابا سيجري لقاءات مع شخصية بارزة خلال هذه الزيارة التي تعد الأولى لبابا تواجدرس إلى الكويت منذ تنصيبه عام 2013 التقت دكتورة صحر نصر وزيرة الاستثمار وتعاون الدولي نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النمو المتكافئ والمالية والمؤسسات جان والسر وذلك على هامش ترقصها وفد مصر في اجتماعات البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن تطرق الجانبين إلى ضرورة الإصراع في ممارسة الأعمال نتيجة بعثة البنك اللي كانت زارة مصر خلال الفترة من 3 إلى 11 إبريل الجاري لقياس الخطوات حتى اتخذها كل وزارة في المجالات اللي بيقاص على أساسها مسألة ممارسة الأعمال والتحديات والبيئة الحالية متطلبتها ونقشة الوزيرة مع نائب رئيس البنك ضرورة الإصراع في إنهاء إجراءات توقيع الحكومة مع البنك على الشريحة الثالثة لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي اللي بتبلغ قيمتها مليار دولار بقى بحضراتكم وبالتأكيد حواري مهمين النهاردة هنبدأ بالحراك الحادث على الصعيد العربي وعلى صعيد العلاقات الثنائية المصرية السعودية بالإشارة بالتأكيد إلى الزيارة المهمة اللي بيقوم بها حالياً رئيس عبدالفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية وما يجري أيضاً من محادثات مع العهل السعودي وبالتأكيد أيضاً هناك أبعاد كثيرة لهذه الزيارة وأصداء لا تقتصر فقط على السياسة تمتد أيضاً لتشمل اقتصاد والمواجهة الأمنية مع الإرهاب وبالتأكيد هناك اتفاق لافت بين الدولتين الشقيقتين نصر والسعودية حول خطورة هذا الإرهاب وأهمية التكاتف لمواجهته والقضاء عليه تماماً في أسرع وقت ممكن نبقى معكم وأولى وقفاتنا الحوالي فينا القاهرة مع ذهب الفصل مجابعة كل محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وقطع الطريق على المساعي التي تستهدف بث الفرقة والانقسام بين الأشقاء حفاظاً على الأمن القومي العربي باعتبار ذلك الضمان الوحيد لتحقيق أمن واستقرار الدول العربية التأكيد الأبرز الذي خرجت به القمة المصرية السعودية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والأهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الزعيمان اتفق خلال القمة التي عقدت بينهما بقصر اليمان على تعزيز التعاون والتضامن العربي للوقوف صفاً واحداً أمام التحديات التي تواجه الأمة العربية وإنهاء الأزمات التي يمر بها عدد من دول المنطقة وقد شبذ الزعيمان على أن المرحلة الراهنة والواقع الذي تعيشه المنطقة العربية يستوجبان المزيد من تنسيق الجود وتكفيف التشاور بين كافة الأطراف المعنية على الساحة الدولية كما أكد الزعيمان على ضرورة تنمية وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات واستثمار الفرص والإمكانيات المتاحة لدى الدولتين بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين كان العاحل السعودي قد استهل لقاءه بالرئيس السيسي بالتأكيد على عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين مشددا على وقوف المملكة لجانب مصر ولسيما في حربها ضد الإرهاب بدوره أكد رئيس السيسي اعتزازه بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين مشيرا إلى حرصه على تدعيم أواصر العلاقات الثنائية في شتى المجالات وبما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة مختلف التحديات التي يواجهها الوطن العربي في الوقت الراهن بتأكيد ملفات مهمة جدا تفرد نفسها بالقوة على طاولة المبحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لعل أبرزها العلاقات الثنائية مواجهة الإرهاب تقارب وتوافق الرؤى زاء القضايا الساخنة بالتأكيد أبرزها في هذه المرحلة تباعيات الأزمة السورية وبالتأكيد أيضا من ضمن ما خرج به وهو مهم جدا أهمية قطع الطريق على أي مساعي لأحداث صدع عربي عربي ومحاولات إثارة الوقيعة بين الدول العربية بعضها بعض والوقوف بشدة وبحدة أمام أيضا أي محاولات من قبل بعض الأطراف للتدخل في شؤون الداخلية العربية وقد تكون هذه أحدا واحدة من المحاول المهمة جدا من اللي خرجت بها القمم العربية والقمة العربية الأخيرة تحديدا بوجه تحية لضيفي في هذا اللقاء لنظر أكثر قربا للحراك الفئلي الذي تعدثه هذه زيارة الرئيسة بالفتاح السيسي إلى السعودية سواء فيما يتعلق للدفع قدما بالعلاقات المصرية السعودية أو أيضا استثمار هذا الزخم وهذه العلاقات المتميزة لخدمة القضايا العربية العربية معي سعادة سفير الدكتور محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق أهلا بحضر أهلا بحضر أهلا بحضر يعني بتأكيد دوما تحديات المتعظمة التشهد على المنطقة العربية بل والعالم بتفرم نفسها بقوة على أي محادثات بيجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أي قيادة سواء كانت عربية أو غربية مدلنا بدولة عربية شقيقة مثل المملكة العربية السعودية لهذا الثقل وهذا الدور المحوري في المنطقة العربية مع دولة بالثقل المصري وبالرياضة المصرية أيضا على المستوى العربي والإقليمي والدولي حركة تبتيز بإيه لو حنتكلم عن هذه الملفات بلغة الأهمية اللي بتأكيد تتصدر المشهد العربي ومشهد العلاقات المصرية السعودية على خلفية هذه الزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رياض هقولي يا أستاذ ريهان أو هبتدي بإنها قمة هامة في التوقيت الأهم والأخطر اللي بتمر بيه الأمة العربية هقول أيضا إن هي إشارة إلى أن القاهرة والرياض عزمتين على ملء الفراغ الإقليمي اللي توغلت فيه قوى إقليمية أخرى وأقصد إيران وتركيا أقول إن هي رسالة طمأنة للشرع العربي لأن عندما يتلقى جناح الأمة العربية وتتلقى القاهرة والرياض ترسل رسالة إطمئنان مش في الداخل في مصر والسعودية فقط ولكن على صعيد الرأي العام والشعوب العربية لأنه يبطرح في لقاء أي قمة لعقادة خلال شهر واحد في قمة عمان الأخيرة والأخر اليوم في الرياض ودعوة مواجهة للملك سلمان لزيارة مصر يعني إصرار من العاصمتين الأكبر إن يتلقى وأن يبحث القضايا لحضرتك بقى أشارتي إليها ونخش في ملف أو أجندة هذه القمة الرئيسية أولا ما بقول ملء الفراغ الإقليمي إن دور الطاهرة والرياض هناك مسئولية إقليمية تقع على عاطق هاتين الدولاتين في توقيت بتتهدد المصالح العربية تهديدات وجودية ليست تهديدات خطيرة وليست تهديدات حالة ولكنها تهديدات وجودية هناك دول تتعرض للإنهيار وهناك دول تعاني من مأساة إنسانية متصلة منذ ست سنوات وهناك إرهاب متفشي على المدار خميطة الدغرافيا العربية وبالتالي عندما تتحد كلمة القاهرة والرياض إذا نستطيع أن نواجه الإرهاب بشكل أسرع وأنجع وأقوى ونستطيع أن نسعى لتسوية الأوضاع الإقليمية والأهمة أيضا كما أرى هو إسناد إقليمي عربي للقضية الفلسطينية كما كانت قمة عمان مؤشر على دعم القضية الفلسطينية بامتياز هذا اللقاء بين القاهرة والرياضي وفر للرئيس محمود عباس أبي نظم اللي يزور واشنطن في 3 مايو القادم ويوفر له الأرضية والمساندة العربية كما كانت قمة عمان مساندة للقضية الفلسطينية كما أنه الملف السنائي أما ليس لدي أي شك أما كل الأطفال حقيقة الملف السنائي يطول الحديث عنه مش عايز أقاطع حضرتك لأنه مدعو مهم جدا لأنه فيما هي مجرد هذه القمة المصرية السعودية هي رسالة إيجابية لأي طرف بيسعى إلى بث الفرقة وإحداث الواقعة ممكن بعض الأطراف الخارجية تسعى الإحداث داخل الدولة الوحدة وداخل الأشقاء وبالتأكيد يعني فيه رسالة إيجابية من خلال هذه الزيارة نتوقف معها ومع أبعادها الإيجابية أيضا على العلاقات الثنائية المصرية السعودية لكن مرجعها قليلا لحين نطلع تنجز أخبار الساعة في صحبة إسلامية العمرات الملكم رجعنا لحضراتكم الحديث يتواصل مع سعادة السفير ودكتور محمد حجازي المساعد وزير الخارجية الأسبق نكلم سيد سفير عن قطع طريق على أي مساعي لإحداث وقيعة بين الدول العربية بعضها ببعض ولازم يعملوا حائط صد يعني أمام مثل هذه المساعي ومصر رسالة أنها يعني يائسة دوما يعني ولم تؤتي الثمار المرجوة من الأطراف الأخرى القائمة لو هنطبق داعا على العلاقات المصرية السعودية ماذا تقول؟ لا فعلا هتجدي استمرار لهذه المحاولات لأن معنى تلاحم القاهرة والرياض معنى أن هناك درع صد هام جدا لكل المؤامرات وكل المحاولات للوقيع بين البلدين أو للميل من إحدى الأقطار العربية أو من الأمن القوم العربي فتأكد أن هذه المحاولات ستستمر سواء كانت محاولات معلنة عبر وسائل الإعلام أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر سياسات دول تلاحم القاهرة والرياض معناه أن القدرة العربية والأمن القوم العربي نصوم وأن الأمل العربي في التحرك للأمام لمواجهة الإرهاب وتسوية المفادئة التي يطر على الإرهاب لم يرضيها أن تتلقى القاهرة والرياض الأوساط سواء كانت إقليمية أو دولية اللي بتجد في تقارب القواتين الأهمة في المنطقة والعاصمتين الأكثر يعني وعيا وإدراكا للمخاطر المحبقة بالإقليم سأكون بنتكلم عن أمن الخليج أو الأمن العربي الجماعي لم يزدها اقتراب القاهرة من الرياض إلا تصمينا على النيل من هذا الطلاح وبالتالي علينا أن نحن نحصن هذه العلاقات نحصنها عن طريق أستاذ ريان إحياء المؤسسات القائمة نحن في يونيو 2015 وقعنا إعلان استراتيجي الأمير محمد بن سلمان وسيد الوزير سامح شوكري وقاع اتفاقية الإعلان القاهرة اللي أعلن عن تأسيس ألية للتعاون الاستراتيجي لابد أنها يكون لها أطر واجتماعات وأليات دائمة لابد أن التواصل يستمر لقطع الطريق على أي محاولة للميل من هذه العلاقات لأن صراحة يعني هي الأمل الأهم دلوقتي والوحيد يكاد بالخروج من المأزق العربي النزاعات في منطقة جغرافية محدودة امتدت لخمس ست نزاعات رئيسية بكلفة إنسانية وتنوية هائلة وبالتالي علينا وإحنا بنجمع الصف دلوقتي نكون نحددين أحدفنا للمرحلة القادمة قضاء تعاون الصنائي طبعا قضاء على الإرهاب في كافة صور وأشكاله وجماعاته وقطع الطريق على الدول التي تدعم الإرهاب إقليميا ودوليا وتستخدمه لتحقيق أغراض سياسية أصبحت داعش وكما أداة حتى من أدوات ترسيم الحدود فعلينا إن إحنا ندرك أن الحلول السياسية والوحدة الإقليمية للدول والمحافظة على كيان الدولة القومية سواء كان حديث يمتد إلى العراق أو إلى سوريا أو إلى ليبيا أو إلى اليمن أو السودان إحنا علينا إن إحنا نواجه مستقبلنا برؤية سياسية والحقيقة إحنا ممكن نعبر عن كل ده ساد السفير بالعمل العربي المشترك إمتى نبتدي تعاطينا مع التحديات المتعاظنة على كافة الأسعاد اللي بتواجه المنطقة العربية يعدوا مجرد توصيات تخرج بها القمم العربية يعني بقدر ما يسمى ما خرجت بقمة عمان الأخيرة في جزئيات كثيرة جدا ومنها الحقيقة يعني التنديد بمحاولات الإيرانية لتدخل في شؤون العربية الداخلية ومسرة الدول العربية اللي بتواجه أزمات طاحنة في هذه المرحلة وبالتأكيد على سبيل المثال الحصر ما نشهده حاليا من تدعيات صعبة جدا في سوريا على سبيل المثال تدخلات الدفاع العربي المشترك أن يفعل كما ينبغي أن يكون السوق العربية المشتركة التكتل العربي الذي يقف صامدا ومنافسا أمام التكتلات العالمية والتحلفات الدولية اللي بنشوفها دلوقتي يعني ما هي الصيغة الغائبة حتى هذه اللحظة التي يجب أن تولى المزيمة الاغتنان أنا متألي تعزيز أطر العلاقات العربية العربية كانت أطر صنائية زي القنة المتولئة يعني كنا في قنة عمان كان في قنة مصرية صعودية في النهاردة اجتماع قنة أخر في الرياض التواصل على الصعيد الصنائي منهم جدا تحويل أطر العلاقات الصنائية لآليات تنفيذية تتابع بشكل دوري يعني إحنا عملنا إطار للتعاون الاستراتيجي مع المملكة علي أن نحول نفسه إلى آليات تجتمع بشكل مستمر الجامعة العربية يعني تتحمل فعلا مسؤولية تاريخية في هذه المرحلة وصيد أحمد بلغيت لا يألو جهدا حقيقة للتذكير بأعمية التضامن والتلاحم وحدة الفكر والرؤى يعني إحنا إذا كنا في مصر بنسعى لتعزيز دور الدولة القومية الحفاظ على الوحدة الإقليمية للدول إعلاء شأن الحلول السياسية علينا أن إحنا نسعى لإقناع كل الأطراف الإقليمية وفي منطقتنا أنه لا سبيل إلا إعلاء الشرعية والحفاظ على الدولة القومية والوحدة الترابية للدول العربية وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول وعدم نساند الدول لأطراف إقليمية متوغلة في حقوقنا وفي مساحتنا إذا ما التقت القاهرة وليات زي ما قلت في ذات حديثي أنا بملأ فراغ كلما انفصلت العلاقة كلما زادت التوغلات سواء كانت الإيرانية أو التركية والتكتلات الخارجية أو الدول الأمنابية معنى أن سؤالك هام جدا فيه مداء داخلي داخل الدول العربية داخل جامعة الدول العربية لبحث أليان تنفيذ القرارات لأن فعلا كل القراراتنا العربية جيدة وتسعى زي ما كان الأمر في قمة عمام إلى تنفيذ وتفعيل الأطر العربية سواء كانت سياسية أمنية اقتصادية علينا أن احنا نفعل هذه الأطر الإطار الجامعة العربية الإطار الجامعة الأشمل ولكن أطر العلاقات السنائية آليات تنفيذ مقرارات القامة العربية ولكن يعني أنا أعتقد أن دوقتي فيه إدراك من العواصل الرئيسية أن مخاطر ترك الإرهاب يتفشى ويعبر الحدول وتترك دول تدعمه إعلامياً ومالياً ولوجستياً سياحة من داخل الإقليم أو خارجه أمر لن يعد مقبولاً السكوت عليه وعدم التعامل مع الظاهرة بشكل سلاكتف أو بشكل انتقائي لابد أن احنا نتعامل مع هذه الظاهرة بكل مصنعاتها وكل تنظيماتها دون استثناء وبالتال إذا ما تنتم لهم تكون في الأطراف يعني لعبين أساسيين في ملف حيوي وشائل جداً وهو التدعيات في سوريا أمره ما الدلالات اللي بتحملها؟ يعني إحنا تسوية المنازعات بعدما عصفت يعني بالمستقبل هذا الإقليم وبأفق حتى التنمية المستقبلاً علينا أن احنا نشوف كمان المأساة الإنسانية اللي بتمر بها الأقدار العربية والتفتط الإقليمي والتواغل والتدخل للأطراف الإقليمية من زود أن تسوية هذه المنازعات سياسياً سيكون حتماً لإخراج القوة المتدخمة لتهدئة الأوضاء حتى نلتفت لخطة التنمية حتى نلتفت للأمن والاستقرار الإقليمي يعني التوفق بين القرارة واليان وتحقيق روابط إقليمية عربية أو زي ما يقولوا تحالفات إقليمية جديدة أنا أفهم هذه التحالفات أو هذا التواصل الإقليمي من أجل أولاً مواجهة الإرهاب تحالف إقليمي من أجل إسناد القادية الفلسطينية تحالف إقليمي من أجل تسوية المنازعات لأن لو حضرتك تذكري المنظور الأشمل لمواجهة الإرهاب في موجهة أمية عسكرية فعلاً في موجهة تنمية واقتصادية هنا التعاون الصنائي مع المملكة ومع الولايات المتحدة والشركات الإقليميين والدوليين هام جداً في موجهة الأيدلوجية اللي بتقوم بيها مؤسسات هامة زي الأظهر الشريف وفي موجهة تكفيف منابأ الإرهاب وده برد نعمل عليه أنا تسوية المنازعات تظهر في القلب من موجهة الإرهاب لأن في مجال الفوضى وانتشار الأنف تنتشر الأفكار الراديكالية وتنتشر العمليات الإرهابية والتنظيمات التي تزيد من والحالية تجربة مصر عن موجهة الإرهاب يعني صعب غد الطرف عنها يعني لأن هي تجربة يعني الحقيقة واضحة للجميع ومصر تواجه يعني هذا الإرهاب المفردها ميادة عن جميع الدول ودوماً رئيس عبد الفتاح السيسي مراراً وتكراراً وفي جميع المناسبات يحذر من هذا الإرهاب ومن طبيعاتي وحتى قبل ما تبتدي يعني ينتشر في دول العالم كلها وتتولى بهذه القناعة من لا يوجد دولة بننقى عن هذا الإرهاب الآثم التكريس يا دكتور لي استراتيجية متكاملة لمكفحة الإرهاب ما اللي بينقصنا كاليات لأن يعني حتى هذه اللحظة للأسف يعني التخوص من الإرهاب وهذه القناعة بخطورته الشديدة لا ترقى إلى أن احنا نشوف هذا التكاتف الدولي لمواجهة هذه الظاهرة بلغة الخطورة تعالي ناخد المشهد الإقليمي أصبح يعني أمر ليس في حاجة إلى الدلالة إلا أن الوضع الإقليمي لا يمكن تركه على حاله والإرهاب أصبح عادة للحدود وأصبح أيضا استخدامه لتحقيق أوراد سياسية واضح وأصبحت حتى أسماء الدول التي تدعمها وتسايده ماليا ولوجستيا إقليميا ودوليا معروف معروف حتى هناك دعوة لتحقيق دولي في من أنشأ داعش وكيف بدأت ومن الذي نول ومن الذي مدى بالأفراد المكشفة الدولية هي إحدى أدوات مواجهة هذه الظاهرة وأنا كنتم قالين على الصعيد الإقليمي إذا ما نشأ تفاهم على هذا الخطر ولا أعتقد أن هناك من يختلف على أنه أصبح خطر لجودي يهدد الأوطان يهدد كيان الدولة القومية ووحداتنا الترابية ويهدد أيضا رسالة السماء يهدد سمحت الدين وينقد صورة خاطئة وهم ليست دولة إسلامية لا من قريب ولا من بعيد والإسلام هو دين السمحة وبالتالي تبديد الفكر والخطاء بالديني أمر هامل جدا والمدى الأيدولوجية هامة جدا العمل المؤسسي سواء كانت المدى عسكرية وأمنية من حيث التدريب وتبادل المعلومات وتبادل التقنيات والأفكار الموضع التنوية والاقصية والأفكار لشباب فقص للعمل والاستقرار والتنمية يبتعد عن الفكر المتطرف الموضع زي ما قلنا الأيدولوجية كدلك تكفيف منابع الإرهاب وتسوية المنزعات تكفيف منابع الإرهاب صعب جدا أنه يتم بدون تكفيف التمويل لأن التمويل هو اللي أوصل الإرهاب لما هو عليه الآن لكن دايما الحقيقة لما بنسأل المتخصصين والمتابعين لهذا الإرهاب بيقولوا أن فكر التكفيف المنابع التمويل ليست بالمسألة السهلة الحقيقة لو في إرابة دولية تكفيف المنابع بمعنى المنابع اللوجستية من يمد بالأفراد ومن يمد بالأموال من المسؤول عن هذه الزهرة أمر يستلزم تكاتف عربي في المقام الأول وإقليمي أن هذه النزاعات لا يجب أن تستمر أن هذه الزهرة أصبحت خطر وجودي على أمتنا قاتبة تاني محرك لسه أي الدول معلومة هي من تصف وراء هذا الإرهاب وبالتالي هي التي تموله بشكل أو بآخر يعني النظرة صعبة من هي تكون قصيرة فقط أن نحن نتعامل مع تنبينات المسألة يعني أبعد من ذلك بكثير وذلك يتطلب أن يكون هناك وقفة حقيقية يعني أين الاستهيان الدولي أين المقاطعة يعني هناك بالتأكيد أدوات كثيرة جداً لمواجهة هذه الدول وتجريم ما تقوم به من أفعال داعما للإرهاب أظن أصبح الأمر الآن شديد بوضوح إحنا كنا أول أمس في الشانزينزي في عملية إرهابية عن نيفا وكانت في اسكوليد تمت بالتزامن مع الجولة الانتخابية الفئاسية الأولى بالفئاسية لكن الشعب الفرنسي خرج وأدل بصوته ونتيجة الانتخابات أقلمت يمكن أن أخذ قراءة سريعة هنأخذ قراءة سريعة بس أنا عايز أرض الدين للقراءة للعلاقات المصرية السعودية وعليتها إن إحنا في عالم متغير يستلزم من القاهرة والرياض تحالي المسئولية الإقليمية تجاه كمان التعامل العربي مع الشأن الدولي النهاردة فيه انتخابات في فرنسا علينا تنتائج المرحلة الأولى منذ قليل عندنا انتخابات في ألمانيا في ستمبر وفي المنتصف في يونيو الحالي الجاء القادم عندنا انتخابات في بريطانيا وعندنا إدارة أمريكية جديدة بستراتيجية مختلفة لها منطقة الشرق الأوسط يعني فيه تحديات وتغيرات حتى في الدخل السعودي وفي الداخل المصري هناك تطورات هامة على الصحة العربية تستدعي التواصل المستمر وآليات دائمة حتى نستطيع سواء على الصعيد العربي وفي القلب منه القاهرة والغيال نرجع بقى لسؤال حضرتك قراءة سريعة طبعا فوز اليمين الشعبوي اللي بتمثل ماريان لوبان كمرشح تاني بعد مانويل ماكرون ده دليل على ان هناك توجه فرنسي لحسم الجولة الثانية انا اراها لصالح مانويل ماكرون الكافة ترجح للوسط وليس اليمين المتطرف لك ماذا الحركة مدرسة شرفية لانه فرنسا لديها مورال فاليوز القيم ثانية دايما تدفع عنها فاذا كانت طيار اليمين الشعبي قد امتده في اوروبا فلما فرنسا يعني تبع نهاية او حدا له واعتقد ان مانويل ماكرون رشح افضل لمستقبل الاستقرار في اوروبا على فكرة كلامنا كمان عن تغير الوجوه الاوروبية والامريكية الوجوه رئاسية مش بعيد عن القضايا العربية لان في النهاية هذه الدول لها يعني دور مما مفترض ان يكون لها دور كاطرة فعيلة في قضايا المنطقة العربية ومنطقة الشرق الاوسط بالصفة عامة فعندما يكون هناك تغير في الرئاسة الفرنسية والتغير الذي حدث بالفعل ايضا تغير جذري في الولايات المتحدة والقيادة الامريكية الجديدة ممثلة في دونالد ترامب يعني كيف يمكن لكل ذلك ان يكون له اصداء تغير من دفة الامور او التعاطي التقليدي مع قضايا الشرق الاوسط يعني السياق الاقليمي في الشرق الاوسط مش ضر بشعوبه فقط هو ضر ايضا باوروبا وشفنا نسوح اللاجئين والهجرة غير الشرعية وتفشي الارهاب اذا من العلاقة عضوية احنا جنوب اوروبا وبالتالي العلاقة العضوية دي هتحتم على اوروبا دي تسرع الخطر في دعم توجهاتنا الاقليمية لتسوية المزاعات وفي القلب منها ارى القضايا الفلسطينية عشان انشغالنا بالملف السوي وعن حق انشغال مشروع ولكن القضايا الفلسطينية تعد هي القلب من كل تلك القضايا واللي بيها بنقدر ايضا نحاصر الارهاب ونحقق العدالة لانهو بيستفيد من استمرار حالة الغضب والسخط المصحبة باستمرار هذا المزاع لمدة سلطة عقود متتالية ومن القضايا الاكثر عدالة واحنا نقدمين كمان على زيارة لمحمود عباس زي ما ذكرت للولايات المتحدة ومبادرة السلام العربية تم تأكدها بكافة عناصرها في قمة عمان وعلى اسرائيل زي ما جربت السلام مع مصر ومع الاردن وتحقق لها الامن وباستقرار على حدودها مع الدوليتين ام تجرب السلام مع الفلسطينية حياة كثيرة بيأكدونا داوما بان بقايا القضايا الفلسطينية من دون حل هو الذي اطلق العنان بهذا الشكل الصارخ للارهاب على مستوى العالم اختتم مع حضرتك سيد سفير بالمفردات التي يجب ان تكون حاكمة للعلاقات الخارجية العربية والعلاقات الخارجية المصرية والسعودية من اجل تحقيق هذا التطلع لافاق ارحب للعلاقات المصرية السعودية في مرحلة القريبة القادمة ان شاء الله استمرار التواصل اليات عن المشترك دائمة التأكيد على وحدة الفكر فيما يتعلق بتسويق النزاعات على اسص تتبنى الشرعية الدولية والحل السني للقضايا والنزاعات وعدم التدخل في الشأن الداخلي العربي والتعامل مع القوى الاقليمية من زوية ملء الفراغ حتى لا تتفرد وتنتهز فرصة ابتعاد العواصم العربية الرئيسية عن بعضها البعض لملء هذا الفراغ فكرة ايضا المسئولية الاقليمية اللي قاعة على عاطق الدول العربية الكبرى في هذه اللحظة التاريخية اللي أنا قمت عليها لحظة تهديد وجودي لابد ان تتحمل القاهرة وارجاج مسئوليتهم لتحقيق تسوية سياسية في المنازعات العربية لإسناد القضية الفلسطينية للتحاور مع الدول الاقليمية التي توغلت بشكل فجر في شؤوننا وفي أمنا القوم العربي وبناء اذا كنا بنتكلم عن اعادة بناء قادمة في ليبيا وفي سوريا وفي العراق ليست اعادة بناء بناء تحتها لابد ان يكون اعادة بناء سياسي لابد من اعلام مبادئ يحكم العلاقة كما تحكم قواعد هلسينكي او مبادئ هلسينكي من 75 حتى الان العلاقات الاوروبية الاوروبية لابد ان احنا نحكم العلاقة ايضا مع ايران مع تركيا مع هذه الدول من خلال اعلام مبادئ يحكم بيننا من عدم التدخل في الشأن هنا طبعا حديثا عن العلاقات الاوروبية حيكون دينا وقفة مطولة مع اصداء النتائج الاولية لانتخابات الفرنسية ونحاول اجابة على كثير مجلس اولاد الينا يتجه هو ان خيجينا الفرنسيين في هذه المرحلة واهم التحديات التي تواجه الشيغل الجديد لمقعد الرئاسة الفرنسية بشكر شكرا جزيلا بايفي في هذه الوقفة الحوارية سعادة السفير الدكتور محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الاسبق شرفتنا سياسي شكرا جزيلا أبقى معكم شكرا كرام وحورنا القادم عن الاجواء الحالية في فرنسا في ظل هذا التنافس الانتخابي من الرئاسة في فرنسا مع كثير من التحديات والوطيات في الشأن الفرنسي نتناول بالمقابعة وتحليل في حوارنا القادم مع حضرتكم بعد الفصل بانتظار السابع من مايو المقبل يترقب الفرنسيون رئيسهم المقبل بعدما أظهرت الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية تصدر إيمانويل مكرون ومارين لوبان وما بين مرشح الوسط إيمانويل مكرون ومرشحة اليمين المتطر في مارين لوبان تحبس القارة أنفاسها تخوفا من احتمالات فوض لوبان التي تنادي بانسحاب فرنسا من الاتحاد الأوروبي ما يعني ضربة قاسمة للاتحاد الذي بات في وضع لا يحسد عليه بعد بريغزت يعتبر مكرون البالغ من الأمر تسعة وثلاثين عاما مدافعا قويا عن الاتحاد الأوروبي وبقاء فرنسا فيه وفي حالة فوزه في الانتخابات سيكون الأصغر رئيس في تاريخ فرنسا منذ عقود طويلة وعقب إعلان النتيجة دعا مرشح اليمين فانسوفيان أنصاره للتصويت لصالح إمان والمكرى في الدورة الثانية من الانتخابات الرئيسية الفرنسية وهي نفس الدعوة التي وجهها كونوانا الذي وصف النتيجة بأنها عقاب تاريخي للحزب الاشتراكي ويرجح الكثير من المحللين صعود مكرى المصرفي والوزير السابق إلى رغبة الفرنسيين في اختيار وجه جديد مع انهيار غير متوقع لعدد من المنافسيه من التيارات السياسية الرئيسية وخاصة اليمين واليسار التقليديين وتعد هذه أول انتخابات تجرى في البلاد تحت قانون الطوارئ وبعد ثلاثة أيام من هجوم شنه تنظيم داعش الإرهابي في باريس وأسفر عن مقتل شرطي الحاضر نعم نعم أهلا محpriكم من جديد طبعاً هنتكلم عن الأجواء الانتخابية في فرنسا بايفي في هذا اللقاء لسه كان أقرب نتكلم وبيقول أن فرنسا عودتنا على المفاجآت على حد قوله وإن كان البعض بيشوف أن المسألة هذه المرة إلى حد كبير سوف تخلو من المفاجآت وكفاء المفاجآت اللي حصلت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية يعني هل تستمر المفاجآت أم لا من يفوز من خلال المرشحين الوسط واليمين المتطرف من خلال النتائج الأولية من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية تبدور الإشارة طبعاً من جولة الإعادة المقررة في السابع من شهر مايو القادم بتأكيد حنتطرق لهوا الناخبين إلى أين يتجه إيه الموضوعات أو إيه قضايا اللي ممكن تكون حاكمة لاختيار الناخبين في هذه المرحلة اللي ممكن ترجح كافة مرشح دون الآخر والسبب أيضاً في خروج مرشحي اليسار واليمين من المنافسة في الجولة الأولى من الانتخابات وتوجيههم أيضاً لأصوات مرشحيهم للمرشح الوسطي إمان والمكروم مع حضراتكم وهذا الحوار وهذا اللقاء مع دكتور توفيق البير أستاذ الانوم السياسية بجامعة القاهرة أهلاً بحركة يا دكتور أهلاً بحركة طبعاً حضرتك ربما تكون قبل أن نحدثنا عن الأجواء الانتخابية في فرنسا خاصةً وحركة يعني أقمت في فرنسا لفترة ليست بالقليلة زي ما حضرتك قلت أثناء الفاصل الإخباري قبل ما نطلع على الهواء كان متزاماً مع رئاسة ميتران وساركوزي صحيح؟ طيب هذي المرة لأي مدى يمكن أن تختلف هذي المنافسة لانتخابات دي الانتخابات دي ذات طبع خاص لم يحدث قبل ذلك لأنه المرشحين لو تعيين المرشحين كانتاً بالطريقة العادية كنا شاهدنا سواع ما بين الرئيس الولاند للرئيس السابق ساخكسي اللي حصل أنه الاتنين دول خسروا الوئيس الولاند كان لعدم الترشح من الحاسن هيخسر المعركة والرئيس السابقسي وفق الداخبين اليمين اختاروا مرشح ليهو فكان أول مرة يحصل أنه حصل تجديد في المرشحين الوجوه أغلبها بالستثناء المرشح اليمين مش معروفة بالنسبة للناخل دي من ناحية تانية النتيجة كانت واضحة جداً أنه الأعزاب التي احتادت حكم فرنسا من ساعة 81 هي الحزب الشراكي والحزب اليمين اللي حلل اسمه جنهوي كله شعب يغير اسمه الأعزاب دي كان واضح جداً أن فرصة الوصول الجالة التانية ضعيفة ودي صادقة لم تحدث الحزبين اللي هم بيحكموا في فرنسا من ساعة 81 هيك العربون من ساعة 81 عشان ما نخشش في الخصص الحزبين دول ألشوا المرشح ضحهم ألشوا طبعاً ده حكم قاسي من الناخل أستبعد يعني المرشحين أستبعد ما أصلوش الجالة التانية ولا فرصة فيهم ولا بنوع ما هو المجح في الوصول إلى الجابة التانية من ناحية ده حكم الناخب على أداء الحزبين ده كان متوافق مع توقعات أبي ما الانتخابات تجرى بسهل إلى حد نماء ما هو اللي حصل اللي سمحتي لي برشدية في الخصة دي إن القرار الرئيس هولان بعدم ترشح كان له أصدق أحنا لم تحصل جيداً الناخب الفرنسي كان يمينيين أم يسائلهم فهم إن المعركة محصومة لليمين لو الرئيس اللي هو الرئيس الطبيعي للحزب الإشراكي كان عدم الترشح معناه إن هو هاسس إن الهزيمة جاية جاية تزيمة لمحالة لمحالة فاللي حصل إنه غير من الحزبين ده بيعامل أزمة ثقة الناخبين بتوحهم أساء اخترار المرشح بمعنى على سبيل المسال الولكناني ينطلق على المرشح اليسائي الناخب يميني قال منا كسبان كسبان أخذ المرشح يخاطب كل الناس ليه أخذ المرشح يميني يميني قاعة فهو أختار المرشح برنامجه برنامجه الثقافي محافظ جداً كاتوليكي المتباين أكثر من العدالات الموجودة في رنسا بكسير ومرشح البرنامجه الابتصادي بتاعه لبعاله بطريقة لتطلق باعي لها أكبر في الناخب الفلنسي فهو أكاد نقتل الماشيين بمطقة إحنا كسبانين نعمل اللي احنا عايزينه فولي الناخب اليسائي عامل نصر الشريط بس بمطقة تاني إحنا خاص خامين فإليهم نحاول نخون خيامنا نعمل برنامج اشتراكي قاعة القرارين دول الناخبين اليسائي والناخبين يمين خلق مساحة دي قاية في الوسط يلي هو مش فسريح للتطرف اليمين ولا مصريح للتطرف اليسائي جمي على كده حضرتك الفضيحة اللي أصابت فيها في مقتل انه أثبت ان هو أو سابق معاشر أثبت التغمى اللي طلعت انه هو دفع فلوسه من فلوس الدولة للسائلة حرمه بدون واجه حق حركم تتكلم على ان المرشحين الخسرين لليمين والوسار كانوا منذ البداية متوقع اخفاقوا هما على الأقل ما منطلق انهما ما كانوش الاختيار الأصوب لمرشحين من الأساس لو كلمنا على مكرون هل على العكس كان مرشح قوي من قبل الوسطين؟ مكرون لما مكرون التعبير أسخف منا وان بس ما قلت في معجزة هو وزير الابن الروحي لولند وزير اقتصاد كان جاي من الحزب الاشتراكي أو بينتمي إلى الأجنحة اليمينية للحزب الاشتراكي أيه من الاتصاد القول يعني هو كان وزير اقتصاد في حكومة اه اه في حكومة والان ثم هو وفي الاخر هو البرامن الاتصالي بتاعه بيشبه بموجر الرئيس العام مع فارجة وهي ان هو هو عامب عمه ما قاله انا هعمل كذا هو عمل كذا بس نجيه العكس اللي هو بيعمله بقى انهما ده صريح انا هعمل كذا وكذا وفي الاخر ده العمل هو الامر افهم من كلام حضرتك ان الهوى العام في فرنسا ربما يكون على عكس الاتجاه العام للناخبين في الولايات المتحدة على سبيل المثال في تجربة الانتخابية الأخيرة ان هما لا يريدوا رياح التغيير بالعكس بل منطلق ان هما اختاروا شخص ربما بشكل كبير هيسير على نفس نسق اللي صار عليه الرئيس الفرنسي السابق فرنسو اولند اوكي في السؤال حاجس اقلت سؤالي في البقاء اخر سؤال ايه اخبار القيارة الشعباء في فرنسا والسؤال التاني هالي في الاخر مالقام راشح لاستكرا في الامراني هو الفرنسوين زي شعوب كثيرة عايزين حاجة وعكسها هم عايزين الجديد ونها تاني مش عايزين جديد اوي هو جديد واجه جديد صريح في السن هو ما كانش معروف من سنة بس ده دول ايه ابن طبيعي للنخبة الفرنسية عمل احسن المجايس كان وزير بسرعة اشتغل في بانك يعني ده دي احدى المعاجزات والكسروقية المجح اللي يقدم نفسه ان هو مرشح ضد النظام هو ابن النظام وهو حيعابد النظام والمناحة تاني كان جديد فهو كان بيخاطب الجانبين المتعارضين في الشخصية الفلسية عايزة جديد وخايفة منا فهو كان جديد ومناحة تاني مش جديد اوي اه دي حاجة اما ده السورة بتاع الطيارش عباري الطيارش عباري فراصة قوي جدا هو واحد المتودس للمستعبت كان واضح انه كان صعب تكسب المرادة ما بيوش مستحيل بس صعب نحن صعب نقذن لحد دلوقتي يعني انا طبعا وصلي من حضرتك يعني متوقع فوز ماكران والأوفر حلم في هذه الانتخابات لكن ربما يعني تأتي الامور دي ما هو اولا مش فكرة بس يعني ممكن تأتي الامور بأشياء مهائرة بالتوقع بس الاصل دي في داخل اللي بينقذ الفرنسا من 11 شعباري فرنسي قوي بس منقصد يعني في الاخر الشعباوين في فرنسا فيه شعباوين من اكثر الامين معين بقى انه عاملوا يزوم من الامور التاجي من اتنين اشياء فرنسي اقل شوية ومن 10 شعباري من اكثر الاسار وجاءت 19 فرنسا اي مع بعض عمينيهم 41 فرنسا ده ايه المشاحين زرين طيار الشعباري الفرنسي المشكلة الحمد ده ما فيش طيار شعباري فرنسا فيه طيارين او طيار شعباري بس لا احزاب الحكومة او احزاب اللي احتاجت عن ناصة الحكم بتعاني من ازم حريقة الوضيع دي ملتقيناش من حديث ايا كان القادم الجديد لسدة الحكم في فرنسا ابرز التحديات اللي هتواجه من الوضع قادر حضر الاقتصاد الاقتصاد وكيفية المحافظة على السلام الاجتماعي والفكرة ان المشكلة الاتصادية دي مقا مش هي فيها حال اللي بيحصل ان العولمة تسببت والعولمة اتباعت للماخب الفرنسي والماخب الاوروبي بصفة عامة ان هو حيشتغل اقل ويكسب اكتر وان اللي هيخصر عنده هو العامل القليل المراحلات انه مجرد مش الست لان هو اللي هيخصر هو اللي خلص دي نتحملها احنا كلنا حنختني وحنعرف ان احنا شعب عامل قدرات تكنولوجية وعلمية ومهارتية وانه الكل حيستفاد من العولمة الحقيقة طبق مختلفة جدا انه مش بس العامل الراجل الضعيف التأهيل هو الخسران الطبقات الوسطة خسرانة والطبقات الفاكرة خسرانة الطبقات الوسطة حتى ما بتصراش تحت ضغط دائم يقوله تشتغل أكتر ما تدليه ليش ما تطلبش خلوص يقوله حاوحة الصين فالعولمة بنسباله مأساة يومية مأساة ممكن كلمة ضخمة بس مشكلة يومية البعض شاف ان الحادث الارهابي اللي حاصر في شونسليزيب تزامن مع الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية ربما يغير دفت الامور قليلا يعني او يزيد الهاجس الاوروبي الهاجس الفرنسي تحديدا من الارهاب ويلعب على اوتار الناخبين وامتد في الحديث ايضا او امتدت هذه الاراء الى ان داوما اليمين المتطرف هو اللي بيحسن استثمار مثل هذه الاحداث يعني لكي يزيد من ثقل موازينه كمرشح في الانتخابات الرئاسية ممثل فيه مرانا بودت المرانا بودت المرانا دي سابت العكس او ماريلي بان جايبة 22 سنة ومن شرحك ان الناس متوقعنا جايبة ماريلي بان؟ 22 تقريبا ومن شرحك ان الناس متوقعنا جايبة 22 سنة اه أو اي نزلت لكن هي مش متقدمة نسبيا على مطران حاليا اا ناام لما نزلتني البيت كان مكان متقدم وبرضأ امممممممممممممممممممممممممممممممممممممممب مش فارق دقيل كمان اوالفاق بين الاولي والبعع ضقيل بس والفارق ما كواهي فارق بعقع كمبر إنما هلا يصق فيها فيما هتعوج بمحاربة الهجة ودي حاجة ودي حاجة هي بتحول تقول إن محاربة الهجة تستعجب محاربة الهجة في ناس وتصدقها وناس ولا تصدقهاش فيما هتعوج محاربة الهجة الناس لا تصق فيها الفجر غير الشرعية أصبحت فترة الأخيرة الفزاعة بالنسبة للتليج يعني هل هي كانت أيضا حضرة بقوة في البرامج الانتخابية للمرشحين الفرنسيين للرئاسة؟ ربما هي العززت أسهم ماكرون بشكل أخير المهاجرين بلنا بيحوش فرنسا عشان فرنسا دايبة الواقع الوظيفي فيها صعب وبقيها هي ألمانيا اللي هي محتاجة عمالة يعني دلتها الابتصاب بالتحرك يعني فرنسا مش دولة جاذبة للهجرة مش جاذبة للمهاجرين الجداد ما احتقدش فيه تلاتين ألف واحد وانا ما عاده ما قال لي بكتير طبعا لو في حصل اختيار للإقامة في فرنسا هيدا فيه رد فعل وانا طبعا عن مدى الطويل احتقد المرين لبان ليه فرص بس مش المواضي يعني وقد اكون مخطئ طبعا يعني حرك شايف ان هي ممكن لم تخرج من المشهد لم تخرج من المشهد وعندها فرصة دائرة سنة 2020 انها لم تتجد المحاولة لو لم توفق في هذه الدولة ولو رئيس الجايد هو مكرون غريبا لن نوفق في دائرة الاقتصاد من ضمن الأرقام اللي لفتت نظر دكتور توفيق هي نسبة الممتمعين على التصويت حوالي 20% هي نسبة يعني ليست بالقليلة يعني نسبة قليلة هل دا اللي دلالة بنسبة لحضرتك؟ هي نسبة العضية انا كانت مفاجأة صورة من ناس من بايده من شهر وحاته من 15 يوم كانت متوقعا ان مش هيروحوا تداتين في المية او حايا كده أو 40% المواد المواشحين كلهم مش هيروحوا تطوعت يعني بدون اللي هما يعني بحالباتك قد يكون مكره رائفا عظيما لما يخطبع بس مفيش كمية الزملاء ومحاولين كتر في فرنسا انا لاب ما كانش عايف هيصوت لمن دعوة فرانسوف ايما وامانوال امانوال انصارهم للتصويت لصالح المرشح الواصل ايه دا وفاه؟ او ايه مسبباته؟ يعني هل هي كراهية للمرشح الاخر؟ او دلاش نقول كراهية؟ يعني رغبة في اقصاء المرشح الاخر؟ ام هي دعم لماكرو ولتواجهات؟ او ظروف يوك عليها بتاعيه واضحة جدا انه دا حزب متطعيف حتى بيحالب يخفي هذا حزب متطعيف ولا يؤمن بقيم التي توحد فرنسا هو عايز قيم اخرى وانه المعين لبان خطر على السلام الاجتماعي لانه حتى تسبب في السلامات الكاسية البرنامج الاقتصادي بتاعها مناخد للعلمة وقائم على بتبيع الهواء فقدان بحزب برنامج التشخيص العام بتاع الناس ان البرنامج اقتصادي بتاعها خطر خطابها الهوئياتي خطر على السلام الاجتماعي وهو حزب متطعيف معين لبان وجر مقبول اكسب كثير من الوالد والدها انما الحزب لانه طوارق فعلا الا فقري طب في المقابل اهم ما يميز برنامج ماكرون بقنا المكرون هو في الاخر حتى الابدع العكس هو تكملة لما كان يفعله اولاند مش لما كان يقول اولاند بس لما كان يفعله اولاند اولاند كان دول حاجة بيعمل عكسها فهو تبنى هو اساسا كمراسم السياسة التصوير ماكرون كان رسم السياسة التصوير بتاع بولاند بس اولان بيقول انا بعمل كسا ليرن اولى امم ممكن بيدعمل حاجة تليه انا قال اكون ظلم ماريد لبان ان فيه ناس كتير حاسه ان هواية فرنسية في الخطر بس الحزب نفسه فيه كأربوه كثيرة مش مريحة عشان اربو موعده طيب توجهات كل من لبان وماكرون بشرق الاوسط من الأكثر تشدودة يعني هي لوبان من منطلق من هي ممثلة لليمين المتطرف؟ لوبان أولا ما نضاش معفلين للمختبئة حبتلي بمكان على أقل كأقوال يمكن نقولهم هما الهساسة خالية مش واضحة في البرنامج يمكن نقول المطامن هو مكروف مش نقطة سلبية يا دكتور؟ مش نقطة سلبية أن كل من هما لم يوضح توجيات ووجودة قداشت عن أنها نظرة دونية أن هي متفايلة الأولويات بمقبلهم وده مش هيكون لي أيضا صداة لأن بالتأكيد الأمور الداخلية هي التي يعنى بها شعب العنسي وفي عشان أعزائينا مش أفير بعضها غير بالتختيب كالقاتي بس ما تكلموش يا كتير الوحدة الأوروبية مكران معها مارين لبان ضدها الموقف من روسيا مكران من أنصار موقف حاسم متشدد من السياسة الروسية مارين لبان شايفة بوتين مظلوم من روسيا تطلعات مشروعة في المشاركة في قيادة العالم وفادة خلاق ممن هما الأقرب للتقارب مع الولايات المتحدة ده سؤال كويس بصفة عامة مكران بس ماكران وترامب مجيش على نفس مشاهدهم عاكسوا بعض واحد يوم الحجمه تنجيله من الحجمه واحد يوم الحجمه واحد يوم الحجمه واحد يوم الحجمه ووسط لبان تنبكر لبانية محروم مكران مكران حيبقى في صف الولايات المتحدة الا بقى لو الجاملين اتخالص ده سؤال الواخن موقف من روسيا بطريقة وضحة على الملف السوري مالين لبان حتساند الحكومه بتاع تحافظ الاسد مكران واخن موقف معادي منها الملف المصري الموضوع مش واضح بس بيطنم في مكران انه مع الوزير الدفاع بتاع اولندا الولودية ده صديق لمصر وصديق الويس السيسي وبيعرف الملف ده كويس هل ممكن اي من هما يكون عنده نزعة استقلالية عن الاتحاد الاوروبي يحذو فيها حذو بريطانيا مالين لبان نعم مكران لا مالين لبان نعم مكران لا وحتى مالين لبان فرمالة شوية لان الفرنسانين يش بخصوتيين مواجه للوبية بس خايفين تحكا بتاكيد الايام القادمة هي اللي حتحدد من سيكون الرئيس القادم لفرنسا مش حسب الاحداث وان كان بتاكيد في دايما تكهنات وتوقعات قد تصيب وقد تخيب وفي نفس الوقت الحقيقة اتجاه دكتور طوفيه انه هو ما استبغش الاحداث ليقول لسه لم يختبر اي من المرشحين لازم ننتظر حتى لاحكم عليهم على الاقل بشكل مبدئي انا بشكر هاي شكرا جزيلا دكتور طوفيق البير استهد العلم السياسي كما تقاهد شكرا 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 لكم شكرا لقاءنا مع حضرتكم النهاردة وبالتأكيد متابعتنا التواصل مع حضرتكم الاخبارية على شاشة انيين والاخبار والبرنامج يتجدد اللقاء معافي نفسه مارد وفرق عمل اخرى اترككم في رعاية اللي تصبحوا لها اشتركوا في القناة